جيمي قلتني النهاردة انه كان فيه مدافع شاب في النادي الاهلي شايفه مشروع محمد عبدالله معتاز محمد معتاز محمد لعيب 18 سنة موليد ال2005 واحد من افضل المواهب اللي موجودة فيه قطاعنا شهين فيه النادي الاهلي وكان فيه قايمة مبدئية اتعاملت لمنتخب ال2005 اللي لسه ما بدأش حتى معترك الافريقي او حتى التصفيات كاس العالم موجود من ضمنها معتاز محمد واحد من اللعيب اللي بص عليهم كولر واختاروا بنفسه انه يكون موجوده دي مش المرة الاولى يمكن هو تصعد قبل كده قبل مباراة الرجاء كان فينا قص فيه صفوف المدفعين في الفريق بص عليهم ارسيل كولر اختاروا انه يكون موجوده وتدرب مع الفريق خلال الفترة دي معتاز محمد كمان يا كريم خلينا اقولك يعني نعرض اللقطتين اللي هو واحد من اللعيبة المميزة وطلع نفس الطلع حتى زميله في نفس الفريق هم بيثقوا فيه جدا مش بس انه هو لعيب مميز جدا فيه كرات الهوائية زي ما هنشوف فيه مباراة النهاردة هو اللعيب اللي اخد الكرة بدماغه وجات في العرضة هيجي واحدة بعديها هتتحط الكرة بكروس هيتلع هو برضو ياخدها ويحطها بالعرض ليه محمد فخر العيب مميز جدا فيه كرات الهوائية لعيب ايسر اعصر بيلعب برجليه الشمال لعيب مميز جدا كل قطاع الناشئين وممكن كابتن بادراجب اول ما استلم المسئولية رشحه كمان لمارسي الكولر مرة تانية بعد ما تواجد خلال ما قبل مباراة الرجاء انه هو يطلع خلال الفترة اللي جاية مع النادي الاهلي وخلينا اقول لك كمان مفاجأة انه النادي الاهلي فوجئ انه نادي زد طالب معتز محمد من قبل مشاركته النهاردة منذ ايام طلب معتز محمد ان انتقل اليه على سبيل الاعارة لغم انه لعيب لسه تام من 18 سنة ورغم انه لعيب ملعبش مع الفريق الاول النادي الاهلي لما تم طلبه من النادي زد ولا مباراة طلبه النادي زد كابتن وقيد صلاح الدين تواصل مع المسؤولين في النادي الاهلي للحصول على خدمات معتز محمد على سبيل العارة الموسم اللي جاي مارسي الكولر قال لهم هبص عليه تاني انا محتاج لسه مدافع كمان في الفريق وارد جدا انه يكون معتز وارد جدا انه يطلع عارة الرجل اشراكه النهاردة علشان يبص عليه في الملعب مش بس في التمرين فسر مشاركته مش بس النقص اللي موجود في خط الدفاع الاهلي النهاردة بسبب راحة يسر بريم محمد عب منعم وعدم عودة محمود متولي لأ كمان الرجل كان عايز يبص عليه في الملعب عشان يحسم الامر وياخد القرار هل يديله سنة برا النادي الاهلي اعارة وليسه 18 سنة ويلعب مع زد اللي بيكون فريق كويس جدا الموسم الحالي ولا يكمل مع الموسم اللي جاي